تستجيب تعديلات التي تضمنها مشروع القانون النقدي والمصرفي للنظرة الاقتصادية الجديدة للدولة إذ يعتبر متلائم ومتجانس مع منظومة قانون الاستثمار الجديد الذي أدخل جملة من التسهيلات لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي حوكم في تسيير أداء البنوك وإعطائه أكثر هامش حركة في مجال المشاريع الاستثمارية ومع قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي البنوك أدوار ريادية في خلق ديناميكية وحركية في رؤوس الأموال إنسيابية أكبر وسلاسة في الدخول وخروج الأموال من وإلى الجزائر وحي يعطي قيمة كذلك لأداء البنوك في خلق المشاريع والطروة على المستوى المحلي وإنشاء مؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة والناشئة القانون النقدي والمصرفي قاطرة لتمويل المشاريع الاستثمارية وحوكمة البنوك حيث سيتم إدخال أدوات نقدية جديدة تتلأم مع التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية على غرار التمويل المصرفي وكبح ظاهرة البيروقراطية سيساهم القانون الجديد النقدي والمصرفي أولا في إعطاء صلاحيات أوسع لمحافظة البنك المركزي سيكون عنده عهداد ويعطيها المجال لإصلاحات عميقة في السياسات النقدية والأدوات النقدية والنصيفية من أجل المحافظة أولا على قيمة الدينار وقيمة كذلك في التعامل في نسب التضخم ومن جهة أخرى سيكون دور أكبر للبنوك ومديري البنوك مراجعة الترسانة القانونية الوطنية في المجالات الاقتصادية بشكل عام والنقدية والتجارية بشكل خاص توجه إلى إصلاح مالي عميق وتحرير لمكاتب الصرف مطلب كبير للمتعاملين الاقتصاديين لسيما إدخال عنصر تجارة الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر